مواصلين معاكم من مشوار حتى للعشرة كيف تستثمر تونس في التصنيفات العالمية للجامعات وضيفنا مسلا بحدنا سيمواز الشافر رئيس جامعة تونس المنار شكرا لك سيمواز من جديد على قبول الدعوة قبل ما نكامل معك الاحديث معنا اه بتاليفون الاستاذة الجامعية ورئيسة مركز بحث في المانيا الاستاذة الفا كانون باش ناخد من عندها اكثر اه تفاصيل ورعيها زادة في الموضوع ذايا في الاستثمار في البحث العلمي الاستثمار في التصنيفات هذي مرحبا دكتورة على اكسبريسة فام مرحبا مرحبا بالمستمعين شكرا لقبول الدعوة استاذة الفا كانون تجربة كبيرة سنوات طويلة الحقيقة في الجامعات في المانيا اترت عدد كبير من الطلبات حصلت على عديد الجوائز الحب ناخد رأيك في الاستثمار ذايا في تصنيفات او في البحوث العلمية بشكل خاص اللي هو نعرف واللي البحث العلمي هو من اهم الداعمين والاصص بالنسبة للتصنيفات اذية او حتى زادة لصورة الجامعات اذية هو اساسيات العمل في الجامعات اه هذه اه من خلال تجربتك في 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 المانيا ولا تجربتك زادة حتى من حيث انه اه بعضها رأيك في الموضوع اه شكرا على الفرصة بش نعطي رأيك في الموضوع هذي اللي هو مهم جدا خطر احنا ما نقوله في تونس عنا العلم والدراسة والطاقات والكفاءات المهمة جدا بالنسبة لنا وبنسبة الاقتصادنا وبالنسبة بتاعنا معناها سمعتنا ككل كناسيون اه البحث العلمي والرنكينج مهمين جدا عخطر هما يعملوا البصمة كي واحد ما عاش يجيه في طبيب من تونس ولا من الانجينياغ ولا هو بقى ما صورة يقبلوه يقبلوها بصيفته هاي كواليتي ولا لو كواليتي ولذلك هما برشة رنكينج اه رنكينج اللي هما يركزوا على دي فاكتور معينين وهو اغلبيتهم يمشيوا تجاه الكواليتي انا على الشق ساعات دي حاجات يبدأوا number of papers ولا عدد البحوث ما هوش مهم قدر ما شنيه كيفاش السيستام في اليونيفرسيتي يحفز باش يجيب الكفاءات القوية اللي تكون عندها باش تعمل ما نقوله بحوث دهوت كاليتي اللي في الأخر يجيوا في الرنكينج متاع اليونيفرسيتي في صمعتها وفي صمعت البلاد ككل هو دهوت سيستام انه اللي واحد يكون يعرف وهو علم شنو ما الفاكتور ده كاليتي وانه يخدم عليهم طريقة مستدامة وخصوا باش حاجات اللي هما الكاليتي متاع البحث البابليك اللي وين ينشو البحث ماناها في اما منقوله كاليتي في اللي جورنو في اللي كنفرانس انه تكون ثم ريبوتاشن للونيفرسيتي انه الكاليتي معناها تتغلب الكانتتة معناها منقوله الونيفرسيتي عندك كذا كذا ستودنت مش معناها اللي زيتودين يسون تستيسفين معنا يلزم اه منقوله افاق باش اه تكون الكاليتي هي اللي تغلبو هذي في متناولنا في تونس على خاطر عنا الكفاءات وعنا سيستام تعليم قوي ويزم الخدم عليه باش اه تكون معناها تونس والجامعات تونس تاخذ مركزها وما تكونش تحت المركز اللي هي تستاهله اه اه ام معنا وهذا ما نقوله سيستام متكامل عنا احنا في المانيا ام في انه ام دي ما ما نقوله ثمة تحفيز ثمة تحفيز على انه ما تمشيش بالبحث متاعك الاي منقوله منقوله جريدة المهم اه تنشر لا المهم مش المهم في انك تنشر عشرين بحث اما الفايدة في انك تنشر بحوث دهوت كاليتي في عندها جودة معتها البحوث دهوت كاليتي اه وهذا ما نقوله حتى سيستام كامل يزمو يزمو يتبدل باش ما يغمشيش دايما بالنمبر اوف بيبرز دايما بالواحد يزم تم خدمة متاعه للتحفيز هذية لازم تم زد كل القوانين وكل شي تتبدأ واضح قبل ما نختم معك اولفا كنون دكتورة اولفا كنون من عارش كان عندك تعليق سيمو عواز علاد اللي كانت تقول فيه الاستاذة صرتو انه اليوم كما قالت هي يمكن في المانيا سياسة اخرى او عندهم رؤية اخرى للموضوع انه باقل البحوث اللي تكون عندها جودة مش باكثر البحوث وفي ثانية حاجة من عارش كان مدام اولفا تنجم تجاوبنا عليه وكأنه اليوم تمام مفارقة زادة اللي من نقاوز جماعات المانية موجودة في المراتب الاولى بالرغم من يناعرفوا جودة التعليم في والبحث العلمي في المانيا هذي ما نقوله ايه كريتيك للسيستام الالماني انا من اصليتنا معنى هكا اللي برشة ثم نوع من الفلسفة اللي ما نقوله ما هياش نجم تقول ما هياش مواكبة للعصر هو انه احنا وهذا كواليتي مش لازمنا نقعدوا نتبعوا في الكريتير ونبدأوا هكا نحاولوا نتحيلوا عليهم كيفاش نوصلوا للكريتير خير من اللي هو معناش هكا الفلسفة الكل معناش ما نقولوا معناش هما عنا الهدف هو الهدف هو ومش الرنكينج معناش نخدموا ترافي دو باز وهدي مشكل انه بالحق الجامعات الالمانية تصنف اقل من اللي النجمة تكون على خطر معناش مثلا محاولات باش نحسنوا الرنكينج هكا بطريقة برغماتية بقدر مها ديما نتبعوا ونكملوا ديما بالكاليتين متاع شغلنا المعتادة نجم تقول الرينكينج متاع جامعة ألمانية أنقف من الكواليتي اللي هم عندهم خطر ما هم مش قاعدين يقدموا فيك المونيتورينج متاع الرينكينج ويعملوا في واحد وهذا قاعدين نقوله هذا جانب نشوفه أنه سلبي متاع الرينكينج إذا باش نبدأوا نوليه نتحيله في وسط هكالسيستام وعملتها ديز يونيفرسيتي كبيرة حتى في العالم وتكشفت ردة ما هوش هيك الطريقة نورمال ما هو الرينكينج الطريقة باش نحصل من روحنا مش باش نتحيله واضح يعطيك صحة باركة لو فيك الأستاذة الجميعية ورئيس بركز بحث في ألبانيا مدام ألفا كانون على كل هذي التفاصيل معاش كان عندك تعليق سيمو عز شكرا الأستاذة ألفا ويعطيك الصحة ومرحبا بيك في تونس أنت كفاءة تونسية في ألمانيا ونحن جامعة تونسية تنخدمه مع ألمانيا نحن عنا شاركة قوية زدها مع ألمانيا عنا جامعة تونس مناير عنا دي بروجي مع دي ا دي مع جامعات ألمانية أنا أخيرا كنت في ألمانيا عنا جامعة ونفرسي دو كاسل عنا معها مشروع مشروع كما ذكرت والأستاذة ألفا في الجامعة هذه ياخد مبارشة على التشغيلية وعلى المبادرة يعني نحن المشروع بيدو اسمه أنا حبينا نشوفه الخبرة بتاع الجامعة هذه في التشغيلية وفي المبادرة كما قالت هي والتواجهات والتراتيجي صحيح نحن في تونس عنا استراتيجية قبل نوبر ونجم نمشي معك حتى أكثر من اللي توا ذكرته لأستاذة ألفا نمشي ونحن برفوع نقوله يزينا ما نكتبوش بايبر ونعملو بروفي هذي خطر هذي يدخل في التثمين وباش نعلق أنا على حكاية النومبر صحيح نحن نجمو نختمو على النومبر نختمو على الكاريته يوم بارالير معناش إشكال رو في آخر تصنيف في العالم في العالم هذي يشرف ذلك تونس في آخر تصنيف Global Index Innovation رو يصنف الدول الدول البلدان في العالم حسب النومبر مش حسب الكاريته النومبر لابتان رو تونس وفم تصنيف اخذ بابتان تونس وصلنا إلى مرتبة الخامسة في العالم خمسة ومرة ثمانية ومرة عشرة في العالم ولكن كذلك في التثمين في التثمين للبحث العالمي رأنا تصنيف تانا مش به نحكي على تونس ولكن نحن في جامعة تونس معنا خدمنا على التثمين البحث العالمي عن الانفتاح وعلى المحيط الاقتصادي وخاصة الاقتصادي والاجتماعي اللي خدمنا عليه والحمد لله في التثمين نحن زاد عن سكور مشرف للجامعة واضح نختم مع مدام شكرا لك مدام كنون يعطيتنا من وقتك الحقيقة اللي هي عندها دونك معتها حاجات بش تعملهم تجاه معتها بش تدخل في ميتينج وفم زادة في البحث العلمي وغير ودونك عندها وقتها شرجي برشا لكن عطتنا من وقتها الاستاذة الجميعية ورئيس بركز بحث في المانيا نرجع لك سيمو عوز الشافرة التشغيلية اليوم التشغيلية والبحث العلمي والاستثمار في هذه التصنيفات يظل مثلث نجمه خرجنا في استراتيجية كاملة للمستقبل طبعا شوف انا ببكري حكينا حكينا اكثر على البحث العلمي ولكن ما حكيناش على التكوين التكوين رهو التكوين مربوط بالتشغيلية نحن في الجماعات نخدمه عالحاكمة نخدمه على البحث العلمي نخدمه على الحياة الجمعية ولكن فما اسمه التكوين والتشغيلية مش تكوين وحده والتشغيلية وحده رهو التشغيلية يحسبوه في التصنيفات الكل وكن نحسبه واحد ورا تصنيف تزية جامعة طونس مانار في التشغيلية انا متقدمين برشا في العالم قدر نحن جامعة طونس مانار عنا نحن يوصل في التشغيلية ثمانين في المئة في الجامعة. في الجامعة انا حكي مش نحكي عليش الناسيون على انا. اه اه دونك التشغيلية خدمتنا الكل. التشغيلية راحنا نقعد يش نخدم عليها في السنة في العام المقبل وخدمنا عليها من سنوات. هي اه هو المشروع طاعة الطالب المباتر. عناه يزينا ما احنا من الطالب باني بش يتخرج ويقعد يستنى اه يجي وخدموني. نو. نحبوه يتخرج هو يعمل مؤسم بتاعه. الطالب هذي ثقافة. الطالب يزم هو يتعلم كيف يجعل مؤسم بتاعه. هذي الثقافة هذي خدمنا عليها في الجامعة الكل. في جامعة تونس منار قدمنا فيها برشا بالكرياسيون بتاع والكرياسيون جديدة نحنا الانكيباتور اللي كان موجود تاو الاريال. الانكيباتور تاو اسمه بوي. اه اه بول اه اه تاو اه بدنا في في اه في جويليا. اه على ذمة الطلبة. وان شاء الله هذي بيش يحفز الطلبة بيش يبول الكرياسيون بتاع بتاع الستارتاب متاحهم. اهنا بش نعاونهم. اه نونس المو ثقافة ولكن الكرياسيون عنا 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 دوسوسي عنا معنا منشكرهم معنا يدعم فينا. شريك معنا في البروجي هذي بتاع البول. وكذلك اه اه انا انكيباتور زادة اه بريفي اه اه تبارك الله عليه اه سيفيراس القروي اه هو المسؤول عن الانكيباتور اذيها. اللي يخدم معنا باراليل مع الابي. وان شاء الله اه بش نشوف وا مبادرات اكثر في الجامعة تونس المنار. اه نقطة اخرى اه انما حكيتش معها اما حكيتش فيها في عند في ان شاء الله في شهر سبتمبر بش خرجوا ابل. هي اه تعاملنا مع مؤسسة عريقة جدا اه في اوروبا وقديمة برشا. عمرها اكثر من ثلاثمائة وتلاثين سنة. هي باللغة الفرنسية الكونسيرباتور ناسيونال دي زاغي ميتي ايكنام. ايكنام اذي اه مختص في الفورماسون على كاخت مختص في التشغيلية. اه بعملنا معها اتفاقية اه بش اخترنا دو باركور هما اللي داي متاعنا في جامعة تونس منار هو كما الفرصة الثانية. طوى نحن تبرك الله في الانجينيوري وفي الميتسين اه متقدمين برشا معناش اشكال في التشغيلية بش نبدوها في حين. في توسكي معناش معناش بتاع تشغيلية. ولكن توسكي سيانس ايمان اي سوسيال فيه اشكال. حبينا اندوروا الاختصاص متاعهم الى اختصاصات اخرى. اه نحنا قدمنا المشروع عليها في نيغوسياسيون اصلا في دوز او نحنا نختمو على النيغوسياسيون مع مع الشريك الفرنسي. وفي الاخر اتفقنا بش اختصاصات مهمة جدا جدا. هذه هي الكلاود. الكلاود وصيبير سيكوريتي. اه دونك بش نبدو بيهم. ستونا فرماشيون. فرماشيون سرتي فيانة. ميش ديبلوماد. وبشي بتتريد فعل خطرية بشكون فرماشيون بيانت. خطر نحنا كجامعة بش نخلصو الجانب الفرنسي. اه ان بورسونتاج هذي في الاتفاق اللي وقع مع المؤسسة الذية الفرنسية. دونك بش تكون عندو انا تستاسيون اه مع الجامعة تونس منار ومع المؤسسة هذه العريقة. وبش يكون فما شريك اقتصادي. اللي يتخرج ديريكتما يكون فما عندو شغل بحول الله. واضح سيبوانز الشافرة. موضع جديدة. خل نختم بها في في دقيقتين من الوقت اللي يبقى. اه الاستراتيجية القادمة. اه اه فما فما تحديات اخرى. فما افكار اه جديدة. اليوم قد نحكيه على البحث العلمي. التصنيفات هذية. هي جزء مهم جدا من عمل الجامعة. اه جماعة تونس المالار. شكرا نعطيك الصحة. وانا بالمناسبة نهني كل المديرين والعمداء الجدد. اه يعني في المدة النيابية الجديدة يعني الفين واربعة وعشرين الفين وسبعة وعشرين. نتمنى لهم كل التوفيق. نحنا كما قلت نحنا كنا في فترة انتخابات. كل الهياك البداوجية. انا من اقسام الى مجلس علمي الى مجلس اه الجامعة. اه والعمداء والمديرين ورؤساء الجامعات. انا وقع انا المندة الثانية. وان شاء الله نتلاقى بعض فريق جديد. اه بالطبيعة الاستمرارية في العمل. اه كما قلت سيتك رانا بتاتر النجمو يقولوا نحنا نحنا كما طلب ان نحبه على التميز. اه النجمو نوسطو للتميز ولكن راو يزمك يزمك تقعد في التميز. ده راوك توصل للتوب يزمك تقعد في التوب. ممكن اصعب اصعب من انك توصله. دونك نحنا بش نبحول له اذك السلول اللي قادين عمانيهم جدد ودعمنيهم. دعمنيهم. من عند اساذة يخدموا في الجامعة تونس منار فما دي بوست جدد دي سلول هما دي سلول الخير. اه اكلنا كريي. اللي هما بش يخدموا على العلاقات الدولية. يخدموا على الشراكة. بش يخدموا على المشاريع التمويل في المشاريع. وبش يخدموا كذلك على على الجامعة المبادرة يعني هذي مشروع اصده مهم. جامعة خضراء. جامعة تخدم على 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 الاهداف التنمية المستدامة. اللي هما السبعتاش. اه بحول الله اه انا متفئلة لخاطر كما بدينا في الاهداف التنمية المستدامة بدينا ركزنا على تلاثة اهداف. آآ وبعد. ستة وتول خدموا على سبعتاش. يعني تقفزة كبيرة. وصلنا في سبعتاش في تقريبا في في هدف تلاثة. هدف تلاثة حول الصحة الولى في الافريك. والولى في الوطن العربي. رغم الامكانيات اللي موجودة. جماعة تونس منار في الصحة. اسمه الصحة يبياناتر. في الكاليتي دوليديكاسيون وصلنا في المرتبة اثنين عشرين عالميا. المرتبة الثالثة تقريب في الافريك والثالثة في الوطن العربي. في الكاليتي. آآ في الليجاليتي ام فام. ستة انديكاتور وزي امبورتون. نحن ازدى في المرتبة ستة واربين في العالم. يعني تقريب في 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 اغلب الاهداف. وان شاء الله بش نوصلوا الاهداف الكل نكونوا في حتى اقل من التوب صن. واضح شكرا لك. بارك الله. رئيس جماعة تونس المنار على كل هذي التفاصيل. شكرا لكم على الاستماع وليكامل الفريق شوي خلانتكم مع شارعات تونس. نتقابلوا غدوة فيلم الناس كله.